مرحبا بك سالم أهلا وبك وبكل السادة المشاهدين نعم أناعة الإخبارية حرصت من كل الحرص على متابعة حالة منصور منذ البداية كنا بضيافة منصور قبل نقله إلى الرياض وحينما كان يعاني من السمنة المفرطة وها نحن اليوم بضيافته مرة أخرى ولكن بعد عودته والانتهاء من إجراء عملية تخفيف الوزن منصور اليوم مختلف كليا يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد وفرحته ليس لها مثيل طبعا بين أفراد عائلته وأحبابه وخاصة بعد ما خسر من وزنه ما يقارب المئة وثمانين كيلو جرام فقد أصبح يتحرك وينام ويتنفس براحة تامة عكس ما كان عليه في السابق سعيد أنا بتواجدي بجانب منصور الشراري نأخذ منه أكثر عن المشاعر الحمد لله السلام منصور الله يعطيك العافية وصورا حميد إن شاء الله حدثنا عن رحلة منصور ومشاعر منصور الآن أول شيء أحييك الله يا نايف والأخبارية اللهم لك الحمد بداية مشواري كانت تأب مأساة اللهم لك الحمد أحمد الله حز وجل عن نعم لنا فيها الحين أول بداية رأيت من هنا رياض كنت إلى تعب إلى درجة مأساة كنت أزحى في زحف وكنت صعب النوم وكل شيء عندي صعب اللهم لك أمد عقب نقري إلى جامعة الملك سعود اللهم لك الحمد بعد الله والفضل لله حز وجل وجيتي عندهم وأشكر واستقبلني فريق الطبي رئاستهم الدكتور عبدالله ضحيان والحمد لله جاس عندهم إلى مدتة أربعة شهور كان وزن ميقارب فوق الأربعمية والآن ميتين وخمسة وعشرين وتنفس ونام واللهم لك الحمد وبأفضل حالة وحسن مولود جديد والله ما شاء الله تباك الله مثل المشي مثل عندهم في القيم في المسبح تمارين عندهم داخل صالة رياضة كانوا مهتمين فيه وفي رعاية الله جزاهم بالغير أشكر جامعة الملك سعود أشكرهم شكر وأشكر جميع منها تنبيه والله كيف المشي معك الآن؟ تستطيع تمشي الآن؟ اللهم لك الحمد أقدر أمشي خطوة ما يقارب 70 متر اللهم لك الحمد الحمد الله عز وجل وحادي مستقر وبخير وبنعم إن شاء الله مدة شهر وارجع لهم وكملونا معي مسيرتهم جميل جميل الله يجزاهم بالخير طيب منصور كيف مشاعرك وصلت القريات بين ناسك وأهلك؟ كيف استقبلوك الأهل؟ أول بعد يقول اللهم أحمد الله عز وجل عرفت ولا لا استقبالهم لي رائع وسوي لي حفلة والحمد لله بين قاربي وبين كل قاربي مقصروا والله ملك الحمد وجماعتنا ونسائب واصدقائنا الله عز وجل ولي بالقريات ومن عرضهم أنت يا أخناي في بعد أشكرك تواصلك معي بالرياض وتواصلك معي للدرجة هذه أنا أشكرك وأشكر الأخبارية سمعنا أنك تفكر بالزواج يا منصور صحيح؟ إن شاء الله خلاص حياة جديدة الحمد لله ولك العبد جميل طيب في طبعا في ناس كتير زاروك طبعا في المستشفى في الرياض أبغى أسألك عن زيارات الناس وبالأخص الفنان خالد عبد الرحمن قلت لي قبل لها وأنها أثرت فيك زيارة الفنان خالد عبد الرحمن وأنت من محبين من الصغر أنا أشكر أول شيء أشكر كل اللي زاروني أشكرهم كلهم وأشكر كل من دعمني وبالأخص خالد عبد الرحمن كنت أتمنى أني أشوف وخالد عبد الرحمن أبو نايف مقصر جاني ودعمني بروح معنوية كمرة؟ جزارني مرتين وروحها معنوية وغرفع معنوياتي ومتواصل معاه إلى الساعة هذه إلى اليوم الله ومتواصل مع الناس الكثيرين وأبو نايف فالله يجاه بالخير متواصل مع الجميع ومدري والله شعورا ما أوصبك طيب منصور كيفك مع الأكل تغيرت نفسيتك؟ هل تأكل زيادة ولا تأكل خفيفة؟ يعني لو تشوفهم فطح قدامك ممكن تهجم عليه والله أهم لك الحمد لله الآن أكل حاجة بسيطة وأشبع الحمد لله أحمد الله عز وجل الأكل تغير عندي والشرب تغير عندي والحمد لله وإن شاء الله لأنني بدأت حياة جديدة أحمد الله عز وجل أحمد الله عز وجل كثير فرحان لك وكثير رسال عنك في موقع التواصل وفي كل مكان يعني يقولون منصور كيفها الآن كيف صحة الآن إيش توجه لهم رسالة اللي يسألون عنك دائما اللهم صلي على محمد أنا والفضل لله عز وجل أشكرهم جميعا وأشكر كل من دعالي وكل من دعامني أشكرهم جميعا لو أذكر رسامياتهم حد ما لا سد الله يذكرهم بالخير وإجزاهم بالخير وكل من دعامني وأحب أوجه شكري إلى خدمة حرامي الشريف الملك سلمة بن عبد العزيز وولي عهده وأنا ما أقول أغل الله يعز دولتنا ويعز المملكة العربية السعودية ويعز ولا تمورنا أمين ممكن نأخذ مشاعر الأقارب منصور بزيارته طبعا الأخ عيد الشراري كيف كان استقبالكم منصور وفرحتكم بقدوم منصور أول حاجة السلام عليكم ويعطيكم العافية قناة الخبير يعني تواصلكم مع أخي منصور بالنسبة استقبالنا أخي منصور ما يوصف الحمد لله فرحة ما توصف هذا حتى حالة الحمد لله تغيرت واستقبلناه استقبال ما أعلم بغير الله يعني كل الحارة ولا أهل ولا قارب وأخوة حتى اللي معاه متواصلين معه بالرياض تواصلوا بعد معاه والحمد لله قدمناه لسولنا حفلة واستقبلناه الحمد لله استقبال وهذا يدل على حرصكم على أخ منصور والله يبيضوا جيكم على التواصل شكرا ناخذ مشاعر أخ حربي الشراري قارب منصور الله أعطيكم العافية وإجزاكم خير إن شاء الله على المقابلة هذه الله أجزاكم خير ونشكر خادم الحرمين الشريفين والشكر للمملكة العربية السعودية وولي العهد الحمد لله والشكر لله جاء منصور والحين دعمين إن شاء الله بدن الواحدة لأحد ندعمه لين يخف بالمرة إن شاء الله بإذن هو على الأحد نشكركم أنتم أيضا سالم هذا كل ما لدينا من منزل منصور وتحديدا بجانب منصور نتمنى له يعني كمال الصحة بإذن الله نعم وهذا ما رصدناه لكم من زيارتنا لها اليوم الصوت والصورة لك طبعا نايف نحن أيضا من استوديوهاتنا من الرياض سعداء جدا بما وصل إليه منصور الشراري من نجاحات ومن عزيمة وإصرار في هذا التحدي الكبير ووصوله لهذا الوزن معه إن شاء الله وتلتقي أنت أيضا معه في المرحلة القادمة بإذن الله ونجد إلى أفضل حال بإذن الله تعالى أيضا نايف الفندي مراسل الإخبارية من هناك وبجانب منصور الشراري باسمي وباسم زملائي في الإخبارية حقيقة نتجه لك بالشكر والتقدير على مواقفك وأيضا تواجدك مع منصور الشراري منذ اللحظة الأولى وحتى عودته الآن بهذا الوزن وبعد هذا الإصرار والتحدي نراك أيضا في المناسبات القادمة والمراحل القادمة بجانب منصور الشراري وهذا لا يستغرب منك أخي نايف شكرا جزيلا لك العفو ونحن مكمليين لبعض ولا أنا إلا من فريق قناة الإخبارية ومنصور يستاهل هو ابننا وأخونا وهذا واجبنا في قناة الإخبارية كما عودنا قائد قائدنا أستاذ فارس حزام ورئيس نشرة النهار وجميع الزملاء بلا استثناء يعني إن شاء الله نكون عند حسن الظن ودائما ما نعمل الصواب بإذن الله شكرا